أكد متخصصون بمجال العمل التكنولوجي أهمية استخدام التكنولوجيا لتقوية البنية التحتية حيث يؤدي ضعف البنية التحتية لمشكلات مركبة منها ارتفاع تكلفة بعض الموارد الحيوية وهو ما يؤدي إلى تضاقم أسعار الغذاء والسكن وتضاقل فرص استثمار القطع الخاص جاء ذلك خلال ورشة عمل تحضيرية لمنتدى شباب العالم تحت عنوان مستقبل التكنولوجيا والتحول الرقمي ما بعد الجائحة وذلك قبيل الانطلاق الرسمي لمنتدى شباب العالم في مدينة شرم الشيخ المقرر غدا ونقشت الورشة عدة موضوعات حول استغلال وسائل التكنولوجيا المختلفة بمجالات الحياة اليومية لمواجهة تحديات ناتجة عن جائحة كورونا بمشاركة عدد من المتخصصين في مجال العمل التكنولوجي ورواد المجال على المستويين العلمي والعملية